السلام عليكم ورحمة الله ازايك يا شباب عملين ايه؟ معكم عمر عصم من قناة توامان النهاردة نتكلم عن توقع مباراة باريس سان جرمان وبار مينخ ومباراة شيلس وبورتو هنشوف من اللي هيكسب هو توقع ان اعمله زي بالحظ كده وكنا عملين فيديو برضو توقع ليفربول والريال مدريد ولكن هو كان توقع فوز ليفربول ولكن العكس حصل فده حظ يعني مش معتمدين عليه وكنا توقعنا هل محمد صلاح هيجيب في المباراة وطلت توقع صح وجاء في المباراة ولكن ليفربول خسرت تلاتة واحد هنبدأ اول حاجة توقع مباراة باير مينخ وباريس سان جرمان اول حاجة اكتب الورق وطبعا نطبقه ونختار ورقة منهم وطبعا هنعمل ثلاث ورقات فوز تعادل خسارة طبعا هي دي حاجات حظ يعني احنا مش معتمدين عليها ولكن بنتوقع كل واحد برضو في الكومنتات يكتب ايه توقعه من اللايكسب يمكن بالصدفة تحصل نفس التوقع يعني قد نختار خليت انا يا اخويا برضو هو اللي اختار انا كتبت الورق وهو اللي اختار عشان ايه يبقى فيه مصدقية يعني في الايه في التوقع انتو توقعتوا اي بقى تعادل طبعا نسبة كبيرة ممكن يحصل التوقع ده لان البايرن والباريس اللي اتنين نفس القوة فصعب ان حد يغلب التاني فنسبة كبيرة ممكن يخلص تعادل يعني نخش بقى في توقع تشيلسي وبورتو طبعا تشيلسي ممكن تتفوق على بورتو ولكن بورتو برضو خرجت كريستيانو رونالدو لازم نبقى فاكرين ده يعني فريق كاسما طول فريق ضعيف ولكن خرج كريستيانو رونالدو من دورة بتال اوروبا قدينا برضو انا اتوقع اكتبوا في الكومنتات قبل ما تشوفوا كده اكتبوا من اللي هيفوز او المباراة تنتاب ايه انتو تتوقعوا ايه بقى اه التعادل هل التوقع ده يحصل ما نعرفش ان شاء الله هنعرف وقت المباراة لان بورتو فريق خرج يوفينتوس وعندنا تشيلسي بيقدم مستوى قوي دلوقتي في الدار الانجليزي فهتبقى مباراة صعبة عندنا مباراة باريس جرمان والبيرن هتبقى مباراة صعبة برضو مباراة القمة يعتبر يعني عندنا المباراة اللي انتات مبارح عندنا طبعا ريال مدريد كسب على ليفربول بتلت اهداف لهدف وطبعا محمد صلاح سجل الهدف وطبعا يكتب في تاريخه انه سجل في ريال مدريد ولكن هذين النتيجة بتفكرنا برضو بينها دورة بطال اوروبا اللي خلص برضو بتلاتة واحد ولكن كان ايام كريستان رونالد وجارس بيل لما كانوا في ريال مدريد دلوقتي فينسيوس هو اللي تفوق في هذه المباراة وسجل هدفين طبعا فرحة صلاح انه سجل هدف طبعا هو كان نتيجة اتنين واحد وفارق هدف على التعادل ولكن ريال مدريد خلص المباراة فينسيوس سجل الهدف التالت واضع المباراة طبعا هدف صلاح يدي الامل شوية في مباراة العودة وعندنا برضو كان مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند اللي انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف طبعا كانت مباراة مسيرة ان كان مانشستر سيتي كسبان وفي الدي اربعة وثمانين اتعادل بروسيا دورتموند عن طريق مارك رويس اسست هالاند وفي الدي تسعين مانشستر سيتي جابت هدف الفوز الهدف التاني عن طريق فودن ومانشستر سيتي برضو متقدم لنا مستوى قوي طبعا في الدور الانجليزي في دورة بطالة اوروبا مانشستر سيتي مسيطرة على البطولات كلها ما تنسوش تكتبوا توقعاتكم في التعليقات شوفوا من اللي هيفوز في مباراة النهاردة يوم سبعة ربعة عالفين واحد عشرين طبعا تاني يوم في مباراة ربع نهاية دورة بطالة اكتبوا هل في مباراة باير مينخ وباريس انجرمان من اللي فوز مباراة تشيلسي وبورتو من اللي فوز وطبعا اعتقد انكم هتكتبوا تشيلسي يعني لان تشيلسي هي الاقوى ولكن حطوا في حزبانكو يعني ان بورتو خرجت يوفنتوس عندنا اكتبوا برضو هل ليفندوسكا يتفوق على امبابي ولا العكس بس وبعد ما المباراة ده بتنتهي يبقى مباراة الزهاب ربع نهاية دورة بطالة ربع كده خلصت وهنستنى ان شاء الله مباراة الاياب وهنشوف المفاجآت اللي هتحصل ما تنسوش بتعمل لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان وسلوك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله